تنسية تحية مجدة لكل أصدقائنا المستمعين والمستمعات شكرا جزيلا على كل التفاعلات التي قاعدت وصلنا على الصفحة الخاصة بالإذاعة الوطنية سوعدة جدا وأنه يكون حاضر معنا في فقرة الملف كما سبق وذكرنا في التقديم سيمو حمد علي بن رمضان ممثل عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة سيمو حمد علي مرحبا بك شكرا جزيلا على تلبيت الدعوة محمد علي بن رمضان شخصيا موجود في الستوديو ولكن المرة هذه مش نحكيه كورة نحكيه فلاحة مرحبا 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 بكم في الحقيقة أنا سعيد جدا بالحضور معكم اليوم في الحسة اليوم السباح وأكيد محمد علي بن رمضان ناس تعرفوا أكثر في الكورة في وزارة الفلاحة لكن الفلاحة والكورة عندهم نقاط يتفقوا فيهم نقاط مشتركة شكرا يا سيدي برك الله فيك على الحضور نحن نمشيه لإشارة الركن ثم ننطلق في الحوار المشهد الآن الملف شنو هو واقع القطاع الفلاحي في تونس واقع القطاع الفلاحي في العالم في ظل التغيرات المناخية هذا عنوان ورقة عدها سامي العرفاوي نستمع ثم نوصل كشفت عديد التقارير العلمية والاستراتيجية حول واقع القطاع الفلاحي في السنوات القادمة بتونس عن تراجع حاد في عديد المنتجات الفلاحية بسبب التغيرات المناخية التي منفكت تشهدها البلاد فوفق تقرير صادرا عن المعهد التونسي للقدرة التنفسية والدراسات الكمية شهر مارس المنقذ سيشهد انتاج الزراعات الكبرى انخفاضا مستمرا بنسبة 0.1% خلال الفترة الممتدة بين 2200 و2000 و2000 كما ستكون الزراعات السقوية القطاعات الاكثر تضررا من التغيرات المناخية اما بخصوص الثروة الحيوانية فتشير التوقعات الى ان الانتاج الحيواني سيتأثر بشدة بسبب انخفاض هطول الامطار وارتفاع درجات الحرارة ليعيش تراجعا بين 0.3% وال0.9% وعلى صعيد اخر اكدت عديد المصادر انه بالاضافة الى التغيرات المناخية يعاني القطاع الفلاحي في تونس من عديد المعوقات منها ما هو هيكلي وتشريعي ومنها ما هو علمي وتقني وفي هذا اكدت وثيقة بحثية اعدها المركز الوطني للاقتصاد تناولت اوجها القصور في سياسة الامن الغذائي ان استدامة القطاع الفلاحي بما في ذلك قطاع الحبوب اصبحت مهددة بشكل جدي بخسائر كبيرة في افق سنة ثلاثين و2000 واقع فلاحي وطني ينصهر صرب واقع فلاحي عالمي منفك يشهد بدوره عديد الصعوبات حيث افاد المرصد الوطني للفلاح مؤخرا ان توقعات الانتاج العالمي للحبوب لهذا الموسم تتاجه نحو الانخفاض بثلاثة بالمئة حسب المجلس الدولي للحبوب وبين المرصد في نشريته لهذا الشهر ان التوقعات تشير الى ارتفاع الاستهلاك العالمي بثلاثة ملايين طن عن التوقعات السابقة مقابل توقعات من خفاض المخزون العالمي للحبوب بثمانية مليون طن وهو ادنى مستوى يصل اليه منذ تسع سنوات هذا الواقع وهذه الارقام تستدعي حلولا وطنية عاجلة واستراتيجية شاملة والتفكير في نموذج فلاحي تنموي يتلائم مع التغيرات المناخية واستشراف التغيرات الجيوسياسية الممكن خدوثها وانا موافق على طول سامي العرفاوي فيما يقول امام هذه الارقام ضروري جدا وانا نحكيه اليوم على استراتيجية على حلول نعرف انه تغيرات المناخية لا تستثني احد انه منها تونسك عليش نشوف الارقام فين خفاض على اكثر من صعيد ننطلق سيم حمد علي مع موسم الزراعات الكبرى اللي تأخر نسبيا هذا العام بفعل تخوفات من الفلاحة اللي انهم فماش امطار كافية فالناس وخرت شوية احكينا شوية على موسم زراعات الكبرى خاصة ما يتعلق بالحصاد احنا وقيت الحصاد بالتجميع مش نهو الموسم السناء اكيد انا حبيت نرجع قبل نحكي على العيد الوطني الفلاحة اللي احتفلنا به الاسبوع اللي فات اللي تعرف هو 12 مايض هو العيد الوطني الفلاحة والجلاء الزراعي رقم 60 واللي هو موعد معناها هام بالنسبة لي نحن كوزارة فلاحة وقمنا بعديد الانشتة معناها تحت عنوان احنا اخذينا سلوغان اللي هو من اجل فلاحة سامدة خطرنا نحكيه على تغيرات المناخية على تأثير متى التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي هو تأثير كبير حتى على مستوى تعبئة معناها السدود متاعنا واحد فما معناها دي دي في معناها اكبار يجبنا نعالجوهم دونك احنا تحت عنوان العيد الوطني الفلاحة تحت عنوان فلاحة سامدة دامجة مستدامة مساندة للتنمية ومعزل الامن الغذائي والمائي هذا العنوان فيه تقريبا التوجهات الاستراتيجية متى وزارة الفلاحة معناك تقرأ العنوان برك تفهم التوجهات متاعنا احنا فيه على مستوى الحبوب قلنا اللي هو قطاع استراتيجي بامتياز في تونس تقريبا عنا اهداف كبيرة في تحقيق تحقيق الامن والاكتفاء الذاتي من مادة القمح السلبة هي في حدود اثناش مليون قنتار كيقول اثناش مليون قنتار معناها ما عاش باش نستوردوا مادة القمح السلب هذا يفهم السنوات حققناها الرقم هذا لكن السنوات الجافة تعرفوا احنا مرين اتواب خمسة ولا ستة سنوات تتشبه بعضها واثرت معناها على مستوى نقص المياه التوزيع متاع الامتار ما كانش كما ينباغي كما نتسنى واحنا الارتفاع درجات الحرارة معنا هذا الكل ويأثر على الانتاج الفلاحي ويبدأ واحنا حتينا الهدف فذايا اللي هو هدف معناه تموح للغاية مع الاستعداد الهدف فذايا شكونا احنا قلنا نتوجه للاستعمال المياه الغير تقليدية نستعملوا على محطات تحليت مياه البحر لان عليها في مناسبات فم محطات انتلقت ومحطات تنتلق في القريب تستخدم على مستوى عدة جهات معناها تمكننا على قليلة فم اكتفاء من الماء الحلو معناها الماء بتنقصوا شوي على مياه الشمال احنا اليوم السدود متاعنا تقريبا بتاع بيأ متاحها هي 34% معناها اللي هي هو رقم مش مريح لحقيقة 34% كنا في السبع عشرين كنا في السبع عشرين وصلنا لستة وتلاتين سبع وتلاتين ثم تراجعنا شوي 34% ان شاء الله فما امتار اخرى احنا ديما كي تصب الامتار ديما نتفائل خير ديما الامتار مهما حتى على مستوى زراعات كبرى رو تجم تأثر تأثير سلبي خلينا في التفائل خلينا في التفائل باش نرجع لك سي محمد علي نستسمحك نتوقف الآن مستمعين الكرام ليرفع لحضراتكم ادان وصلاتي الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جواره الله اكبر الله